انطلقت فعليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في النسخة الثلاثين حيث عقدت لأول مرة بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية البارزة في مصر والعالم العربي والإسلامي بمشاركة نحو أربعين وستين دولة عربية وإفريقية وإسلامية من جاته وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في افتتاح المسابقة وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعيته للمسابقة العالمية للقرآن الكريم موضحا أن هذه المسابقة لم تعني فقط بحفظ القرآن الكريم إنما تعني بحفظه وتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا وأكرم مصرنا الحبيبة بالقرآن وبتلاوة القرآن وأن يقام على أرضها هذا العرس القرآني السنوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه الذي دائما يكرم أهل القرآن ويزيد من عطائه وهداياه ومكافأته لحفظة القرآن الكريم ولأول مرة نجد أن هذه المسابقة قد أخذت دعما غير مسبوك من المكافآت القرآنية التي تصل فيها الجائزة الأولى إلى مليون جنيه وهذا أمر لم يكن موجود في كل المسابقات السابقة المقصد من إقامة هذه المسابقات هو أن يشع نور القرآن من مصر على أرجاء الدنيا كلها أولا المسابقة هذه مسابقة إلكترونية لا دخل للمحكمين فيها من ناحية إعداد الأسئلة لأن الأسئلة تكون معدة مسبقا ويختار المتسابق رقما الكمبيوتر لنزل الأسئلة مباشرة فهي من ناحية الشفافية في اختيار الأسئلة فيها شفافية واضحة والجميع يعرف ذلك من المتسابقين وغيرهم ثم المتسابق عندما يبدأ بقراءة القرآن الكريم نحن نسمع هذه التلاوات ثم يكون عندنا أي خلل نخصم عليه درجات إذا لم يكن هناك أي خلل يأخذ علامة كاملة ما شاء الله المسابقة جميلة جدا وأنا أشكر وزارة الأوقاف وأشكر الشعب المصري العظيم على حفاوة الاستقبال اللي وجدناها من أول وصولنا إلى مطار القاهرة والحمد لله التجهيزات جميلة جدا والحضور من دول مختلفة ورأينا زملاء ومشاركي من دول متنوعة بزاهم الله خيرا مسابقة ما شاء الله لجنة من جهة التنظيم ومن جهة التفحيص ومن جهة المراقبة الجميلة ما شاء الله كان استقبال رائعا يليقوا بيهج القرآن والله ما شاء الله وجدنا استقبال طيب وجهة طيبة وتنظيم جيد واعتناء وترحيب الحمد لله إن جزاهم الله خير ويعني نسأل الله أن يزيدكم من فضله في خدمة القرآن وإن شاء الله نشارك في مسابقات قادمة